مريم مدى بينا قبل ما نختمه أنك تشوفي في الكاميرا التاعك وتوصلي رسالة لكل شخصها يشوفينا واشتا قدي تقولي له؟ كم الأشخاص لما يشوفوا فينا ويكونوا عندهم مرض ولا أسحة أكيد يكون عندهم مشكلة في حياتهم مهما كان ما يخليوش هاد الحاجات تقللهم من القيمات حما هدي حاجة اللولة لازم تديروا كنفينص في روحكم تحبوا روحكم وتكونوا طعموحين تروحوا البعيد بالك ماشي نفس الشيء كم الأشخاص الأخرين صح ما قارنوش وحنا ما الاخرين كل واحد كيفاش جاي وهذا هو الجميل صارك الله وفيك مليام شوك أنا بيجازي كل خير نفس الشيء أسياع لكاميرا التاعك ووصل لرسالة أنا أقول لك من مشاهدينا اللي رأيهم يتابعوا فينا الآن سواء نصحاح أو الأمراض نقول لكم باللي ما تلقوا شيء ديكم دوروا حواج اللي تحبوا واللي تمنيت وانكم ندروها بس كذلك الحاجة اللي تساعدكم ما تلقوا وش سباب المرض لأنه المرض هو بالا الحمد لله إذا أحب الله عبدا يبتلاه إذا تكرر بي سبحانه مننا دير مننا وما تعيى وش يعني كديروا حاجة ما نتحجوا لعبدوا بغلاد وزانفا بغلاد وزانفا إن شاء الله تنجحوا كامل إن شاء الله وربي يوفقكم كامل ربي بارك فيك أسيا شكرا على درسالة الملهمة